موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء تحركات دبلوماسية لكيري في آخر أيامه إلى الرياض أكتمع بالرباعية زايد عمان وقالوا أن المفاوضات بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين وصالح سيتم استئنافها أعلن ذلك كيري لكن دون تأكيد من الأطراف الأخرى لهذه المسألة حول هذا الحراك وحول أيضا ما أعلن من قبل التعاون الخليقي وأيضا من قبل الحكومة الشرعية نناقش جميعا مع الأستاذ عبد الناصر المدع الكاتب والمحلل السياسي المعروف أستاذ عبد الناصر أهلا أهلا وسهلا كيف تقرأ هذا الحراك الأخير لكيري؟ الحراك يعني امتداد الحراك من قبل أو تحركات أمريكية مع الرباعية وكأنه يريد كيري أن يحقق أي انتصار دبلوماسي أو أي إنجاز دبلوماسي قبل مغادرة البيت الأبيض الذي لم يتفقى له إلا تقريبا شهر وكما لاحظنا لم يصدر بيان يختلف كثيرا عن ما كان قد اتفق عليه بين الرباعية التي الآن أصبحت خماسية بدخول عمان ما ذكر بأن يحثوا الأطراف على أن يسأنفوا المفاوضات على أن تم التلميح بأن خطة أو خارطة ولد الشيخية ليست خطوط عريضة سيتم التفاوض على كيفية تنفيذ هذه الخطوط العريضة بمعنى أنه حتى الآن هو وقع ليست نهائية كيري كلمة أيوة ليست نهائية هو فقط إعطاء تطمينات خاصة للرئيس سهادي وفريقه أنه أي رغبة بتعديلها يتم ولكن كأنهم يريدوا أن يقولوا بأنه ممكن أنه من خلال المفاوضات سيتم تعديل أجزاء من الخطة لكن في البداية الفكرة كيف الفكرة الفكرة الرئيسية التي يركز عليه الفكرة الرئيسية أنه هناك خارطة طريق خطوط عريضة أنتم تتفقوا أولا أنكم ستجوا مقابلين بهذه الخطوط العريضة بعدين تعالوا تفاوضوا لكيفية آلية انزال هذه الخطوط العريضة إلى تفاصيل طبعا هذا عمل حتى من الناحية الفنية لا يمكن أنه يتحقق أنه توافقوا على هذه الخطوط العريضة التي لا زالت مبهمة محل خلاف فيها مثلا محل خلاف أولا مرفوضة هي من الحكومة بشكل قطعي مرفوضة بشكل قطعي من الحكومة خاصة في الشقة المتعلق بأن ينقل الرئيس هذه كل صلاحيته لنائب وأن يختار النائب ما بالك بعدين تعال في القضايا الداخلها الذي فيما يتعلق من هو نائب الرئيس هذا الذي سيتفقوا عليه إذا كانوا حتى الآن ما قد اتفقوش على أمور تافهة وبسيطة خلال المفاوضات طويلة التي تمت في الكويت كيف سيتفقوا على هذه النقطة الأساسية هو نائب الرئيس وقليلة متبقية ربما من أمريكي وكان تم الإيحاب أنه لو إنفت هذه المفاوضات ستكون لها فقط عشر أيام خلال عشر الأيام هذه يتم الاتفاق على كل التفاصيل يعني هذا كلام فيه فيه كثير من التسطيح أو الفهم لطبيعة صراع محققة زي صراع اليمن وستغربنا أنه حتى المبعوث الأممي والمفاوضين ما هم عندهم أكثر من سنة ونص من المفاوضات والذي ما استطاعوا يحققوا اختراق ولو في المسائل التافة يعني ما استطاعوا يحققوا اختراق اختراق معتقلين أو حتى كشوفات بإسماء المعتقلين أنهم يعني الحوثيين يقولوا عندنا هذا الناس المعتقلين فقط أنه حتى ذكر المعتقلين كشف ما استطاعوا يحصلوا عليه ما استطاعوا أنه مثلا يعملوا آليات معينة لفك الحصار عن تعز أو على الأقل إيجاد ممرات لدخول وخروج الناس وحتى وقف اطلاق النار هم مسائل كثير تخلق إلى النقاط فيه كثير كثير أولا من المسائل بالإضافة أنه إذا ما قدروا يتوصلوا على نقاط بسيطة وسهلة كيف سيتفقوا في خلال عشر أيام وحتى يمكن يبدو على نفس الآلية وعلى نفس الوضع السياسي والعسكري يعني هو في الأخير المفاوضات هو انعكاس الواقع ميداني كان سياسي أو كان عسكري الواقع الميداني والعسكري هو يشهد حالة جامدة أو حتى لو في أي تحركات تحدد تحركات بطيئة أو تغيير على الخارطة يعني إحنا الآن لو أخذنا من سنة أو أكثر من سنة الخارطة على ما هي نجي نشوف الخارطة العسكرية لم تتغير إلا حاجات بسيطة في بعض المناطق مثلا في بدينا التعز تحركت شوية أحياة في قبل وعماير يعني مجرد أحياة مجرد عماير أو مجرد تبة معينة أو أن فتحت الطريق عن طريق الضباب يعني يقصد أنه ما حدثت أي تغييرات جوهرية خلال سنة صحيح وهذا بيشير إلى أن الواقع على الأرض جامد ولما يكون واقع على الأرض جامد يصعب عليك أن تفرض على أطراف النزاع حلول لأن الوضع الجامد يعطي كل طرف الإحساس بأنه ليس في وضع خطر وبالتالي يظل يراهن على زمن على مفاجآت أكثر مما يراهن على خصة على فعل على فعله وعلى خطة لأنه طبيعة الأزمة اليمنية أنه اللاعبين الرئيسيين المحليين والذي في الخارج أدواتهم محدودة لا يمتلكوا أدوات كافية لإحداث الإختراقات الضخمة يعني حتى السعودية بما تمتلكه من إمكانيات ومع السلطة الشرعية لم يستطيعوا أن يستثمروا الأدوات الضخمة التي بأيديهم ليحدثوا اختراقات عسكرية هائلة وكبيرة تجعلهم لهم اليد العليا وقادرين على أن يفرضوا شروطهم على الطرف الآخر حالة الجمود هذه بتخلي كل الأطراف تراهن على أنه ما دم أنا مش في وضع خطر ليش أقدم تنازلات كبيرة ليش أغير الخارطة الخارطة العسكرية والسياسية دون أن أكون ملزم ودون أن تكون في صالحي 100% لهذا يبقى الجمود الآن الوضع مجامد ما تبقى من عمر الإدارة الأمريكية محدود جدا وبالتالي حتى أدواتها في الضغط محدودة جدا الكل الآن بترقب على الحكومة الأمريكية الجديدة الذي هي حكومة الأول مرة في تاريخ الأمريكا أن يصر رئيس لا أحد يعرف حتى داخل أمريكا نفسها حتى الأجهزة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية نفسها ليست قادرة أن تتنبأ بتوجهاته في جميع القضايا بما فيها القضايا الداخلية فكيف قضية هامشية مثل قضية اليمن والصراع في هذه المنطقة لا أحد فالكل يريد في خلال هذه الفترة أن يكسب الوقت إلى أن تأتي الإدارة الأمريكية القادمة وعلى ضوءها يتم ترتيب مواقف وفقا لمواقف هذه الحكومة يعني هذا باختصار المشهد في الوقت الحالي خلاف ذلك سنظل نشهد عمليات عسكرية محدودة جدا لا يبدو أنه هناك ترتيب لعمليات تم الحديث من فترة من أسابيع على أن هناك ترتيبات العملية عسكرية كبيرة في الساحل وفي باب المندب ابتداء من باب المندب شمالا باتجاه المخا والحديدة ولكن يبدو لا يوجد ترتيبات العمليات عسكرية ضخمة تريد لها حشود عسكرية ضخمة وإدادات كبيرة هذا كله لا يرى هذا لا يرى وما نسمعه بأن هناك عدة ألوية يتم تدريبها في العناد أو غيرها وحتى هذه الألوية حدث قالوا أنه جزء من من كانوا يتم تدريبهم رفضوا و تم أيضا عادوا إلى قراهم لأنهم وفق فلسفة العقيدة القتالية الذي يدربهم عليها أنه أنتم مقاومة جنوبية بإسم الجنوب وبالتالي لو ما قالهم ممكن أن يتحرك باتجاه تعز جزء منهم قالوا هذه ليس معركتنا وكما أفادت كثير من الأنباء أنه بعضهم تم تسريحهم لأنهم رفضوا وهذا بيشير على أيضا الركاكة ركاكة في إدارة العملية أنه كيف تعد قوة وأنت مش مدرك حتى عقيدة القتالية ومش مدرك إلى أين هؤلاء قادر بأن تتحرك بهم وكل هذا كل هذا كما من شهر ومن شهرين الأمور في حالة جمود عسكري في حالة جمود سياسي لكن دكتور الملاحظة في الاجتماع الخماسية تبادل ويهات النظر بدماثة وفي أخلاق وبيتفاق القمع بدون متفقين ولا خلاف ولا الأمور تمشي بسلاسة وفق هذا الاتقاه الذي قاء به حكير بعكس ما هو على الواقع لماذا يتبادلون مثل هذه المواقف خاصة في توجه في الغرب تحديدا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة بأن الحرب في اليمن صارت حرب كارثية يسموها هكذا في الإعلام الغربي أنها حرب كارثية وحرب منسية وحرب ليس لها أفق وهم مقتنعين تكريبا من معظم الطبقة السياسية والمثقفة في الغرب بأن هذه الحرب ليس لها أفق هذا بيعني أنه الدول الخليج والسعودية تحديدا والإمارات كونها الأطراف ما تبقى من الأطراف فاعلة الفاعلة في الساحل يمنية بتتعرض لضغوط ووقف الحرب لا تستطيع السعودية أن أن تقف أمام التوجهات الغربية الواضحة لوقف الحرب خاصة المسألة مرتبطة بالأسلحة وعقود الأسلحة وسمعناها قبل أيام أن الولايات المتحدة وقفت إرسال بعض شحنات الأسلحة التي كانت منتفقة مع السعودية عليها بسبب الحرب في اليمن أمس السعودية والتحالف أعلن بأنه سيتوقف عن استخدام القنابل العنقودية وهذا لأن هناك ضجة في الغرب على استخدام التقير مؤين وفي أكثر من مكان على استخدام الأسلحة القنابل العنقودية وبالتالي هذه الضغوطات كلها ترجمت في ما سمي بخارطة الطريق الذي وضع حول دا الشيخ مع تفاهمات كيري كون السعودية تحديدا لأن الإمارات كانها تميل أكثر إلى وجهة النظر وإلى تنفيذ هذه الخارطة حتى لاحظنا أنه في بيان الذي صدر عن قمة مجلس التعاون الذي عقد في البحرين صرحوا بأنهم يدعموا خارطة ولد الشيخ في البيان دعم الخارطة البيان الختامي للقمة الخليج هو دعم دعم بشكل واضح الخارطة وأكد في سياق آخر دعمه للحل السياسي في طار مرجعية الثلاث طبعا المرجعيات أو الكلام عن المرجعية هو كلام عام حتى المرجعيات نفصل هذه المرجعيات هذه المرجعيات هي ليست خطة واضحة تماما لما يحدث أو لا يمكن كل طرف يستطيع أن يأخذ منها الجزرية الذي يريد فيما يتعلق مثلا في المبادرة المبادرة الخليجية البعض الطرف الثاني يقول هذه المبادرة مدتها سنتين رئيس الجمهورية أصبح أكثر من سنتين وبالتالي وفقا للمبادرة يفترض هناك من يرى أن مهام عبد الربو منصور هذه تقتضي الانتهاء من الهلاء أن يأتي رئيس منتخب يقول لك طيب رئيس منتخب والانتهاء من المهام المبادرة هي إذا لم تنقلبوا عليه كنا انتهينا بالاستفتاء على الدستور نقبلنا هذا كان لدينا دستور كانوا يمكن الاستفتاء عليه بدون هذه الحرب كنا قد تخلصنا من هذه ربما قبل عام أيضا المبادرة الخليجية قامت على شراكة بين المشترك وبين المؤتمر وهذه لم توجد وهذه الآن لم توجد بعد يعني يقصد أنه أي واحد سيتمسك بل مبادرة المبادرة كل طرف سيقول أنها إما ألغيت أو أنه تم تجاوزها وبالتالي لم يعد لها وجود المخرجة الحوار معاك 1600 بند بعض بنودة وضعوها الحوثيين أنفسهم فيما يتعلق بقضية السلاح ونزع السلاح أنه موافقين لا موافقين بشرط أن توجد الدولة الأولى الضامنة للجميع وهذا يعني لغز وضعوها عندهم موقف قوي بأنه لن نسلم السلاح إلا للدولة يشترك فيها الجميع وبالتالي حتى التراتبية إذن السؤال الآن إذن لأي أفوق يتحرك كيري بأي أفوق بأي اتجاه خاصة الكلام العام المطاط اللقاء النزراء الخارجية الدول الخمس تتفق مع كيري لكن تبدو هناك عقدة في عقدة رئيسية ما هي العقدة الرئيسية أنه ليس هناك أرضية للسلام أو المفاوضات أو حتى المفاوضات لهذا يعني الآن لو سألتني هل ستعقد مفاوضات الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمة أنا لا أرى بأنها ستعقد لن تعقد على الرغم من إعلان كيري وعلى الرغم من إعلان الدول الخمس قمنا بأي دول قالوا مفاوضات من حص الأطراف لكن ليس من الواضح أن الأطراف ستذهب إلى إلى مفاوضات أيضا حتى مكان المفاوضات الكويت قالت ستصضيف بالتوقيع فيما يتعلق بالأردن هو لأن البعض خلط بأن الأردن ستصضيف المفاوضات السياسية ما تم الحديث عنه أن الأردن ستصضيف لجنة ظهران الجنوب العسكرية لجنة فنية وهذه اللجنة العسكرية من ناحية الواقعية وناحية الفعلية سنتكلم حولها يعني إذا تكلم حولها أو ممكن نحن نتكلم عنها الآن هي فكرتها الأصلية أنه كيفية آلية تثبيت وقف إطلاق نار دائم لكن كما يعرف الجميع أنه ما يأتي وقف إطلاق نار خاصة في الحروب الأهلية نحن لا نتكلم عن حرب دولية الحروب الدولية من الممكن أن يتم توقف الإطلاق نار قبل التواصل التواصل اتفاق الدولي بين الانهاء الحرب لأنه الحدود الدولية أصلا قد يمعروفة فأي طرف حتى لو دخل في حدود الطرف الآخر بعد المفاوضات سينسحب إلى حدود الدولية المتعارف عليها ما لم يكن هناك هذه المنطقة منطقة نزاع نزاع معينة لكن في الحروب الأهلية أولا ما عندك أنت الخطوط الواضحة واضحة صحيح لخطوط التماثل المتصارعين كل طرف لن يسمح بإيقاف الحرب ما لم يكن هناك لديه رؤية واضحة لنهاية للحرب لتسوية الذي الآن يتكلمون عنه يتكلمون كأن المسألة مسألة فنية كأن هناك عدم القدرة من الناحية الفنية على كيفية التحقق وضبط آلية وقفة العملية ليست بهذا الشكل أنا أعرف وأنت تعرف والكثير يعرف خطوط التماثل في مناطق زي تعز الآن نحن نتحدث في مدينة تعز في الكمب الذي يحدث فيها الاشتباكات جنب مستشفى الكندي في هذه المنطقة خطوط التماثل عدة أمتار لا يمكن أن تتخيل بأن طرف ما سيلتزم بوقفة إذا رأى خصمه يحشد أمامه لكن لما تكون هناك اتفاقية سلام خلاص عرف كل واحد أن السلام سيحل بأن هناك خلاص اتفاق سياسي في هذه الناحية هذه الأمور ثانوية وسهلة تذكر في 2011 كيف صنعها انقسمت وصار هناك خطوط تماس واضحة عندما تم الاتفاق على المبادرة الخليجية تمت فيما بعد إزالة هذه الحواجز بكل سلاسة وبسلام وما كان فيش أي معارضة لأنه حتى الجندي الذي يواقف فيه هو فرحان هو يريد نهايتها أو ليس لديه أي مصلحة من بقاءها لأن الأوامر رأتتهم من كارتول أنه في الأخير من بيقاتل في الميدان هو بيكون بنفذ أجندة سياسية سياسية صحيح إذا وقد اتفاق سياسي بعدها يتم الحديث عن إقراف لا يتم تقديم القانب لكن حتى هذه النقطة أستاذ عبد الناصر لا يتم حتى أنها مؤكدا ومن المؤكد أن هذه اللقاء استنتقل إلى الأردن حتى هذه لست مؤكدا الوحيد الذي أعلن ذلك الأمريكا الأمريكا يبدو سطحيين لذي الدرجة أو صخيفي في فهمهم للمشكلة وحتى الآخرين يؤيدونهم لكن لا يبدو ثمة مسارحة هذا فهم سطحي هذا فهم بليد لماذا لا يتم أيضا حتى ولد الشيخ نفسه ولد الشيخ خم يعني هناك أحيانا في بعض الصراعات هناك منهج مناهج محينة البعض يعتقد أنه عندما نخلق ولو وقف إطلاق نار مؤقت وعمليات جزئية تؤدي التراكم الكمي إلى اختراق نوعي وفق هذه الفلسفة أنه عندما تهدئ الجبهات حتى بدون اتفاق سياسي هكذا هذه بعض الفلسفات في حل النزاعات بأنه نهدئ الجبهات وهذا التهدئة بتسهل عملية الانتقال إلى التفاهمات السياسية هذه ممكن تنفع في بعض النزاعات وخاصة النزاعات التي تكون حدود المتصارعين واضحة يعني مثلا في الحرب الأهلية اللبنانية المناطق السنة معروفة ومناطق الشيعة معروفة ومناطق المسيحية معروفة وبالتالي كانت خطوط التماس معروفة للمتقاتلين وكان يتم النزاع في خطوط التماس معين نعم لكن في اليمن ليس هناك خطوط التماس ليس هناك باستثناء مثلا الفصيل واحد من المقاتلين في اليمن الذي بيقاتل وعنده خط سكف معين هو ما يسمى الحراك الجنوبي القوى الانفصالية في الجنوب هذا ولا خطهم أنه خط 22 مايو ما يريدونش يعدهم بينما بقية المتنازعين لا اليمن كلها بالنسبة لهم ساعة سرعة ساعة سرعة صحيح وهذا الأمر يجعل من الصعب أن تتبع هذه المنهجية هذه أحدها كما ذكرت لك هي أحدها المنهجية شكالية للتفكير الغربي منهجية هي بتصلح في بعض المناطق صلحات هم بيستشهدوا لكن فيما يخص اليمن اليمن لا تنفع فيها هذه الآلية اليمن عليك أن تفكر كيف توجد الحل السياسي أولا أولا ثم بعد ذلك هذه أمور تفصيلية وهامشية وثانوية هتأتي لاحقا ما تحتاج حتى إذن ونحتاج أيضا نفصل حول هذا اللقاء بالدس قبل الانطلاق منه إلى مواضيع أخرى تقد أنه لن يكون له أي جدوى أو أي قيمة لن يكون هناك تفاوض سياسي وأيضا حتى مسألة نقل اللقاء الفنية للعودين هي غير مؤكدة أيضا حتى هذه لو تمت تحت الضغوط حتى هذه لو تمت تحت الضغوط أيضا لن يكون لها جدوى وقيمة وأشك حتى الآن لأن الحكومة وللحكومة ولا الطرف الثاني مستعدين في الوقت الحالي للحضور للحضور لهذا الجناء يمكن الطرف الثاني والطرف الثاني أنت معك طرفين أيضا ليس لديهم مصلحة صالح صالح ليس الحوثية كل واحد عنده أجندة كل واحد عنده أيضا فلسفته الخاصة لكيف سيستفيد من أي فعل ولكن الصورة العامة الآن الصورة العامة أنه ليس هناك من مصلحة حقيقية لأن يلتقي وتجتمع هذه اللجنة ثم تقوم بدورها بوقف إطلاق نار بعدين الحديث يتم عن وقف إطلاق نار وليس هدنة حيث أنه وقف إطلاق نار صحيح وكلام ووقف إطلاق الكلام عن إتفاق إبريل وهو قديم إبريل 2015 الانتقال إلى تفاهمات إبريل إبريل من الناحية الفنية ولكن الحديث ليس إتفاق سياسي إتفاق الفني الاتفاق الفني ويتم الحديث عن أن ما سيحدث هو وقف إطلاق نار وقف إطلاق نار لا يمكن أن يتم وقف إطلاق نار لأن وقف إطلاق نار معناه إنهاء الحرب عند هذه النقطة وهذا مرفوض لكل الأطراف وهذا ما نقول كل الأطراف الحوثي مستفيد يقبل بالحاصل هو مش يقبل بالحاصل هو سيستفيد من نقطة معينة لأن وقف إطلاق نار معناه أنه سيتوقف الضربات الجوية وهذه هي التي تفقد خصمه أهم ميزة ولهذا هو بيسعى ويريد كلمة وقف إطلاق نار ما دام حيكون فيها وقف إطلاق نار معناه أنه تتوقف الطائرات وتوقف الضربات الجوية بالنسبة له في هذه الحالة حتى في الميدان يحشد من جديد لأنه هذه تمنع وجود الضطاء الجوي يمنعه على تشكيل حشودات وتشكيل هجمات لأنه حتى الآن أكبر ميزة يفتكر لها الطرف الثاني الحوثي وصالح أنهم غير قادرون على تنظيم هجمات كبيرة لأنه هجوم الكبير يحتاج حشد كبير كبير مرئي بالطيران والحشد الكبير لا يستطيع أن يقوم فيه لأنه إذا موجود الطيران بيفقدوا هذه الميزة لكن أنت تخيل الآن أنه الطيران في حال وقف صحيح توقف الطيران سيستطيعوا أن يحشدوا وفي بعض الجبهات قد يحققوا اختراقات استراتيجية لأنه الآن هم في بشكل عام في خانة الدفاع وخانة الدفاع خلاص قد استطاعوا قد ثبتوا لهم قوات مدافعة والقوات المدافعة أنت لا تحتاج إلى قوات كبيرة إلى قوات كبيرة أنت تحتاج توزع حالة قناصة وعدد معين من الجنود الذين يستطيعوا أن يسيطروا على المواقع الاستراتيجية لكن الهجوم الهجوم يحتاج إلى تعبية وإلى حشد وإلى تنظيم وهذا لا يستطيع أن يكون فيه في ظل وجود الغطاء المراكبة الجوية طيران صحيح لهذا السبب هم يسعوا إلى وقف إطلاق نار بالنسبة لهم وأيضا إلى جانبها هم أيضا يطرحوا قضية رفع الركابة البحرية أو ما يسمى بالحصار البحري وما يسمى حصار بحري لكن عمليا في دخول ميناء الحديدة لا يوجد حصار يعني ركابة بحرية لكن تصريح لكن تمر أيها هي غير الحصار الحصار البحري مثلا أشد لكن هي غير موجودة بس هم يطلقون عليها هم يطلقوا عليها الحصار البحري لأنه في هذه الحالة أنت تخيل معي أنه توقفت الضربات الجوية وتوقفت الرقابة البحرية بمعنى أنهم قادرين على إدخال أسلحة نوعية من إيران أو من غيرهم في خلال شهر شهرين وقد غيروا موازين القوى على الأرض من الناحية وضيفت لهم أسلحة نوعية وتحديدنا سلاح الدفاع الجوي ربما أيضا يغير المهادلة ولهذا السعودية كطرف رئيسي لاعب في الأزمة اليمنية لا أعتقد بأنها ستقبل هي تقول قابلة تقول لك أني أكبر لا تقبل عمليا عمليا لكن كما ذكرت لك من ناحية النظرية تقول هي تقبل من سبب الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها هي تقول أنها ستقبل و هي قابلة بخرطة الطريق و هي قابلة للاتفاق و هي تتحدث عن أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح في اليمن لا تتحدث لأنه لا تستطيع أن تقول أنه حسم عسكري لكن في نفس الوقت أيضا السعودي حتى الآن لم تقوم بما يكفي لإحداث عمل عسكري ضخم ولا تعدله ولا تعدله وبالتالي أيضا هي في حالة توهان لأنه إيش البديل معك إذا ما عندكش استعداد للقبول بل حل السياسي يفترض أن عندك على الطاولة أو تحت الطاولة خيار آخر ستقدمه الحل العسكري ولكن ليس هناك في الأفق ما يشير إلى أن للسعودية و من وراءها المقاومة و الحكومة الشرعية لديهم أيضا رؤيان بليل حسم العسكري أو عداد أو عداد السؤال أيضا حول هذا الليك أيضا ماذا عن الحضور العماني و ما يمثله ما هي الفكرة من هذا الحضور يعني الحضور العماني يبدو بضغط غربي إدخال إيران عب عمان إيران كونها بتمثل أو أنها بين قوسين وسيط بين التحالف وبين الطرف الثاني الذي هو الحوتين و إيران يعني حضور عمان تمثل وسيط أو ضامن ضامن أو وسيط أو أنها إذا أنت تريد على أساس أنه تعمل حل سياسي الأزمة فأنت أتي بجميع اللاعبين الرئيسيين أو نقول عمان هي ما تضعش نفسها كلاعب هي تضع نفسها أنها كوسيط أو مقرب و لهذا وجود عمان على أساس أنه من خلالها تنقل الرسائل إلى الطرف الآخر وتترك لعمان فرصة بأنها تؤثر على الطرف الآخر للقبول بمثل هذه الخطة ولكن ربما هو استكمال لحضور كيري في عمان كانت الفكرة باستدعى عمان للرياض لأن عمان كانت حاضرة أيضاً في اللقاء كيري وهي كانت المرتبة وهي إلى حد كبير هي المرتبة وهناك تاريخ لعمان فيما يتعلق بالحوار الأمريكي الإيراني عمان استضافت أهم حوارات التي أدت إلى حدوث الاختراك بين فيما يتعلق بالاتفاق النووي الأمريكي الإيراني كانت عمان هي الوسيط وهي التي سهلت اللقاءات الأمريكية الإيرانية وبالتالي فيه لعمان حضور وفيه لعمان دور وسيظل لعمان دور في الأزمة اليمنية أيضاً عمان هي ليست بعيدة عن مشكلة اليمن بالنسبة لها أيضاً مشكلة أمن قومي كونها دولة مجاورة الدولة المجاورة أي مشكلة في الجوار هي تعتبر جزء من أمنك القومي لا يمكن أن تتعامل معها وكأنها أزمة يعني على عكس الإمارات يعني الإمارات رغم أنها متدخلة بشكل أكبر في الشأن اليمني لكن لا تمثل لها اليمن أمن قومي تمثل منطقة النفوذ ممكن تكون حزام أمني لكنها ليست أمن قومي الدولة المجاورة بالنسبة لها الصراع في هذه الدولة هو جزء من أمنها القومي بالتالي عمان من حقها أيضاً حتى من الناحية النظرية من حقها أن تكون حاضرة في ما يتعلق بالشأن اليمني خاصة وأن اليمني أن اليمنيين أنفسهم لم يعد لهم السيطرة الكبيرة على مصيرهم وأصبح أطراف أطراف خارجية وبالتالي مثل عمان من حقها أن تقول بينها من حقها أن تكون حاضرة في أي تسوية للأسماء اليمنيين هل يمثل هذا الفرق؟ أنت قلت أنه اللقاء بحد ذاته من حيث المجموعة ما الذي يمثل الفرق؟ هو لا يمثل الفرق لأن الوضع الوضع على الأرض هو في حالة جمود الوضع على الأرض لا يسمح أو لا يدفع بحدوث بحدوث اختراق ومفاوضة سياسية خاصة الآن لأنه قبل مفاوضة الكويت كانت الصورة بشكل من الأشكال كان البعض يعتقد بأنه لم تجرى حوارات كافية لم تعطى لها الوقت الكافي لإنضاج الحوارات لكن بعد أربعة أشهر من حوار قويل وممتد ولم يسفر عن المحصلة صفر كانت المحصلة صفر هذه أفقد الجميع بما فيها الدول التي سترغب بالصدافة لن ترغب حتى إدارة الحوار لم يكن بالشكل قيد سأعود إليك حول هذه المسألة بالذات كيف يمكن استيناف عملية سياسية أو حتى عملية عسكرية في المستقبل وأي أفق هو ينتظر المستقبل اليمنيين سأسألك حول هذه المواضيع أيضا عجزاء المشاهدين نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى استوديو مع أدو سيد عبد الناصر المدع الكاتب والمحلل السياسي المعروف